موسيقى السادة المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مرحبا فيكم في حلقة يديدة من برنامجنا أفكار متشابهة أحب أطرح سؤال في حلقتنا لكم أعزائي المشاهدين ولذوي الإختصاص متى بنسجل حضور قوي في صناعة السينما ويكون لنا وزن في المهرجانات السينمائية العالمية مثل مهرجان الأوسكار الأمريكي ومهرجان بيرلين الألماني ومهرجان سان سبسين الأسباني وأيضا مهرجان كورك الإيرلندي وغيرها أيضا من المهرجانات وقبل ما أكمل أحب أني أرحب بزميلي عامر اللي شاركني في تقديم الحلقة اليوم يا مرحب يا عامر مرحبتين حياك الله كيف حالك الله يسلم مشاهدين الكرام في خاطر اليوم نتعمق في موضوع صناعة السينما في العالم العربي مع العلم أن نحن نعيش في عاليات الدورة 68 من مهرجان كان السينمائي الدولي في مدينة كان الفرنسية وأكثر شيء شد انتباهي في هذه الدورة هو أنه ما فيها أي فيلم عربي أما العرض الوحيد الذي يتسجل في هذه الدورة في مهرجان كان هو الفيلم القصير بعنوان أمواج 98 من إخراج إلي داغر وهو من إنتاج لبناني قطري أسألك أول شيء خبرني يا عامر ليش انقطعت السينما العربية من دخول قوائم المهرجانات الدولية شوف في محاولات موجودة لين حين بس تكاد لا تذكر يعني لأن شوف عندك الأفلام الغربية قوتها تكمن في وين تكمن في القصة في السيناريو في الحوار في التكنولوجيا في التقنيات الحديثة اللي يستخدموها في المخرجين في الممثلين هذه الأمور كلها تعاني منها الأفلام العربية من خليج لل من محيط للخليج من محيط للخليج خلينا نقول صحيح عالمية وقوية وشبيهاتها من الأفلام العربية اللي ما طلعت أصلا من الطاقة المحلية وما حصلت على أي شيء الفيلم الأول يا عامر هو فيلم إيستوف إيدن تم إنتاجه في سنة 1955 من إخراج إيلي كازن عن قصة لجون شتينباك وطبعا سيناريو حوار باول أوسبور من بطولة جيمستين وجولي هاريس هذا الفيلم عامر حصل على عشر جوائز وعشر ترشيحات أيضا حصل على أوسكار 1956 لأفضل ممثل في دور ثاني كما حصل على ثلاثة ترشيحات للأوسكار لأفضل ممثل دور أول وأفضل مخرج وأفضل سيناريو بالإضافة إلى إراداته اللي قدرت بخمس ملايين دولار في فيلم ما يشبه الفيلم؟ في فيلم اسمه عجاية بيازمن من سنة 1974 من إخراج العملاق الراحل حسن الإمام وسيناريو أحمد صالح أما من بطولة الراحلين يحيا شاهين وهند رستم للأسف يا عامر ما قدرت أني أحصل معلومات عن إرادات هذا الفيلم ولا عن أي جوائز يعني تذكر في الموضوع هذا أنا يبتلك فيلم زين لهذا والفيلم ما هذا لدي شغلات أصلا أن أنت مشابه يعني حاولت شوية أني أجتهد وإيب شوية معلومات عن الفيلم لكن ظاهر أنه دوم مجتهد الظاهر طيب الفيلم اللي بذكره الحين هو The Magnificent Seven أنتجوه عام 1960 من إخراج جون ستروجيس وسيناريو ويليام روبرتز طبعا بطولة يولي بيرنر وستيفن كوين وشارليز برونسون هذا الفيلم حصل على جائزة السكار حيث تم ترشيحه لجائزة أفضل موسيقى طبعا بعد حصل على جائزة المركز الثاني للغولدن لوريل عن أفضل فيلم أكشن أكشن نعم طبعا حصل على جائزة سجل الأفلام الوطنية وكلفت ميزانيتها مليونين دولار وحصل على إرادات مليونين ومتين وخمسين ألف طبعا بعد الفيلم هذا يا عامر يانا فيلم ثاني اسمه شمس الزنادي والنسخة العربية من فيلم دماغنف من ناحل الأفلام على فكرة شفتها شفتها طيب الفيلم هذا من إخراج سامير سيف سيناريو حوار مجدي هداية وبطولة الفنان عاد الإمام بس على فكرة عاد الإمام كثير من الأفلام الأجنبية اللي تحولت للعربية أو النسخة بالعربية كان أدى بطولتها صحيح كلامك يا عامر لعل أبرز أفلام بداية التسعينات اللي قدمتهم السينما الهوليوودية هو فيلم سينتو فومن واللي تم إنتاجه سنة 1992 من إخراج مارتين بريست عن قصة لجيوفاني أربينو وبطولة الباتشينو وكريس أو دونيل فحاز الفيلم هذا يا عامر على جائزة أوسكار من أفضل ممثل في دور رئيس أو دور رئيس يفاس فيه الباتشينو بالإضافة إلى ست جوايز ثانية وتسع ترشيحات طبعا قدرت ميزانيتها يا عامر بـ 31 مليون دولار وحقق إرادات 135 مليون دولار شوف في فيلم مشابه أو النسخ أو النعاد بنسخة مصرية اللي هو فيلم أمير الظلام عام 2002 أخرج رام إمام اللي هو ولد نعم ولد عاد الإمام زين كتب السيناريا أو شارك في كتاب السيناريا خالد سرحان وحمدي يوسف وعبد الفتاح البلتاجي وتامر عبد المنام طبعا الفيلم محقق تقريبا 9 مليون قنيه ولا أي جائزة تذكر شفت أن أنت أشتر مني تقدر تتبع لقل إرادات أنا لا أقدر تهيب لا إرادات ولا جواء مصادر مصادر لأن ما حصل بصراحة شيء يعني ما حصل شيء يذكر عن الأفلام هذي بس فيه فيلم ثاني يا عامر أيضا للممثل اللي تحبه الباتشينو نعم بعنوان دا سكار فيس اللي تم إنتاجه في سنة 1993 من إخراج براين دو بالما وسيناريو المخرج العالمي أوليفر ستون هذا الفيلم يا عامر حصل على ست ترشيحات منها ثلاث جوائز لجولدن جلوب وكلف إنتاجه 25 مليون دولار وحقق إرادات قدرت بـ 66 مليون دولار قدم عند الإمام شيء مشابه لا أو لا؟ لا بس النسخة العربية اللي عرضت سنة 1990 كانت من بطولة النجم الراحل أحمد سكي وإخراج طارق العريان تحت عنوان الإمبراطور طبعاً كما هو متوقع مني يا عامر أنه ما في أي حصر للإرادات لها هذا الفيلم ولا جوائز طيب شو عن الأفلام في القرن الـ 21 تعرف شي عنه؟ لعلى أكثر أفلام هذا القرن يا عامر جوائز هو فيلم A Beautiful Mind اللي تم إنتاجه في سنة 2001 من إخراج رون هاورد وتأليف أكيفا جولدسمان وأيضاً من تأليف أيضاً سليفا ناسار وبطولة روسيل كرول هذا الفيلم يا عامر حاز على أربع جوائز أوسكار لأفضل صورة وأفضل ممثلة في دور مساعد وأيضاً أفضل سيناريو وأفضل إخراج طيب مجمل هذا العمل يا عامر هو 32 جائزة و 58 ترشيحاً أما ميزانية الفيلم كانت 58 مليون دولار وإراداته 313 مليون دولار شوف ليش نسبكت ما شاء الله عليك تقول لي ما عندي مصادر لا بس هذه الأرقام عادة أننا ما نشوفها في أفلامنا العربية فيه فيلم سووه مشابه لهذا الفيلم والذي هو فيلم آسف على الإزعاج وكان قوي فيه أيامه ولقى شوية اعجابات من محبين الفن السابع مثل ما يقولون طبعاً هذا الفيلم من إخراج خالد مرعي تأليف أيمن بهجة قمر أحب تقول لي أنا عرف الفيلم عرفه بس قبل ما تكمل وعرف أن إراداته حققت 24 مليون وعنده ألاقى أعجاب كثير بس لحظة 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 أحمد حلمي فاز بجائزة طرس لا أي جائزة يا ريال لا أي جائزة محلية عادية وين الجوائز العالمية عن الفيلم هذا يا عمر شوف شوف هذا المغزى نحن من حلقتنا اليوم يا عمر يعني جائزة عالمية ما حصل صح ولا لا ليه متى نحن بتتم إنتاج أفلامنا لمشاهدة فقط يا عمر متى ليش ما نسعى وراء الجوائز ليش ما نروح وراء الجوائز العالمية والترشيحات والأمور هذه متى بنأخذ عملية الصناعة السينمائية يا عمر في محمل الجد شوفوا كلامك صحيح طارق بالنسبة للموضوع هذا بس في كثير من الصناعات السينمائية التي تجاوزت حدود المحلية عندك إذا تذكر في سنة 2008 فيلم سلم دوك مليونير سلم دوك مليونير هذا الفيلم صراحة يعني صراحة قطع 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 فعلاً ممتاز طارق هذا الفيلم 153 جائزة منها ثمان جوائز أوسكار وتسعين جائزة ترشيح هذا الفيلم خرج من النطاق البوليوودي طلع للنطاق أكبر حصل على جوائز فعلاً الفيلم أنا شفته شفته ثلاث مرات يستحق هذه الجوائز صراحة بالضبط لهذا السبب يا عمر حلقتنا اليوم مخصصة لطرح هالنوع من الأسئلة لضيوفنا في الستوديو بداية المشاهدين بيكون معنا في الستوديو الناقد السينمائي الأستاذ بشار إبراهيم لكن بعد الفاصل فخلكم ويانا مرحباً فيكم مرة ثانية مشاهدين الكرام وأيضاً أرحب بضيفنا في الستوديو الناقد السينمائي الأستاذ بشار إبراهيم يا مرحباً فيك أنا مشاهد كيف الحال أستاذي؟ الله خليه يعطيك العافية أستاذ بشار يعني العالم الحين يتابع مهرجان كان السينمائي الدولي وطبعاً ينعرض فيه الكثير من الأفلام لكن للأسف لا حضور للسينما العربية فشو كيف تفسر لي هالشي؟ يعني احنا فينا نقول أنه مش لا حضور نقول دائماً حضور للسينما العربي قليل أو محدود عادةً بيكون فيه فيلم أو فيلمين حسب كل سنة يعني السنماضي كان فيه فيلمين طويلين السنة عنا أربع أفلام اتنين روائيين قصيرين ضمن المسابقة الرسمية واثنين ضمن التظاهرات الموازية وبالتالي هو حضور خجول محدود أعتقد له علاقة بأنه أصلاً السينما العربية ليست منافسة بشكل قوي في المهرجانات العالمية نعم طيب السادي يرجع تاريخ السينما العربية يعني إلى تسعينات القرن التاسع عشر وكان فيه نتائج سينمائية مشرفة خاصة في مصر والجزائر والمغرب لكن هاي السينمات اليوم حتى ما قامت أتنافس نفسها فكيف تفسرني الشيء هذا؟ وشو الحل في رأيك؟ شوف أنا برأي أنه يعني السينما العربية أو فن السينما عموماً يعاني من مشاكل حقيقية بسبب طبيعة الوضع العربي يعني إحنا بنعرف أنه فن السينما هو فن الصورة وبالتالي الصورة إلى محاذير إلى خطوط حمر كتير وبالتالي أصلاً أنت في الذهنية العربية كمجتمع عربي إسلامي محافظ كل هذا يتصادم إلى حد كبير مع ظهور البصري السينمائي اللي بتقتضيه لذلك بقيت دائماً السينما العربية هي سينما وخصوصاً أنها تنتج ضمن المجتمع العربي وإلى المجتمع العربي أو للمشاهد العربي بقيت دائماً بعيدة عن المنافسة اللي وصلت للسينما العالمية اللي دائماً السينمين هناك تتعامل بحرية أكثر هذا جانب الجانب الآخر خلينا ننتبه أنه أيضاً أنه إحنا الجائزة الوحيدة اللي أخذناها فيه كان هي لفيلم جزائري وهذا الحكي من 40 سنة اثنين بعض السينمات الجديدة اللي ظهرت يعني مثل السينما الفلسطيني والسينما العراقي السوري اللبناني واللي ظهروا في مرحلة لاحقة هم اليوم اللي عم بينافسوا يعني السينم الماضي الفيلم اللي كان مشارك فيه مهرجان كان هو فيلم فلسطيني وأيضاً بالمناسبة وهو مدعوم من مهرجان دبي السينمائي الفيلم العراقي اللي كان مشارك أيضاً هو الفيلم الثاني هو عراقي وأيضاً مدعوم من مهرجان أبوظمي السينمائي وهذه نعتبرها سينما عربي جديدة لكن احنا خلينا نتفق أنه دائما طبيعة المجتمع العربي طبيعة العقل العربية هي التي تشكل العنصر أكثر ضغط على السينما مما جعل أن السينما العربية تخشى كثيرا من دخول بعض المناطق التي من الممنوع عليها أن تناقشها وهذا ينطبق أيضا على السينما الإماراتي نحن لدينا سينمايين مخرجين سينمايين إماراتيين جيدين وشجعان وأيضا محترفين لكنهم بحكم طبيعة المجتمع الإماراتي هناك كثير من القضايا أو الصور التي لا يستطيعون الاقتراب منها لأنه في رقابة مجتمعية أخلاقية وقيمية قبل خمس سنوات الفيلم الروماني اللي هو أربعة أشهر ثلاثة أسابيع ويوميا اللي فاز بالجائزة الكبرى في كان مخرجوا مونينجو أخرجوا بمئة ألف دولار فقط مئة ألف دولار هي جائزة من جوائز مهرجان أبوظبي السينماي إذن أفلام عباسكي ورستامي اللي أخذت أيضا جوائز في كان هي لم تنتج إلا بهذه المبالغ يعني أنت لا تحتاج إلى الملايين لتنتج فيلما مهما أنت تحتاج إلى منطق سينماي مغاير مختلف إلى انطلاق سينماي يعني بمعنى أنه أنت تكون عم بتفكر بالصورة بالشكل السينماي بدون الاعتبار بدون أنك توقف عند اعتبارات كثير عم تدخل في عمل السينماي إحنا بنعرف من متابعة الحثيث إلى هذا أنا بعرف أديش حجم الضغط الذي يعاني منه السينماي وهو ينفذ أي مشهد كيف يمكن أن يؤول كيف يمكن أن يقرأ عندما أي كلمة في السيناريو كيف يمكن أن تفهم ما هي دلالتها وبالتالي إذا رح يكون هناك خصوصا الآن مع وسائل التواصل أي واحد صار ممكن يكتب رأيه وينشره ويطلع عليه الملايين صار هناك رقابات متعددة يعني يمكن قبل عشر سنين يكون في صحفتين ثلاثة ولكل صحيف ناقدها اليوم الفيسبوك والتويتر والانستجرام واليوتيوب والآخرين وبالتالي هذه تشكل عوام الضغط لذلك راح نلاحظ أنه الفيلم السينمائي العربي ما بيوصل للشاشة إلا بيكون خضع لعشرات الفلاتر على مستوى الكلمة والصورة واللقطة والآخرين الموضوع الإنتاجي موضوع مهم فيما يتعلق بالأفلام اللي بنسميه سوبر بروديكشن يعني أنت لو بدك تعمل اليوم فيلم عن مثلا تاريخ الاتحاد في الإمارات بدك مجاميع ومناطق تعمل ديكورات والآخرين لكن اليوم لو أنك بدك تحكي عن علاقة بين صديقين مثلا أو بيع أو علاقة حب أو علاقة بين امرأة وابنها مثلا هذه لا تحتاج لاحظوا من السينما الإيراني مثلا على سبيل المثال والتركية الأحد كبير استطعت الاختراق هذا السقف من خلال هذه الحكاية يعني من خلال علاقة طفلين طفلو حذاؤو مثلا علاقة امرأة وابنها يعني هذه العلاقات البسيطة اللي استطاعوا يشتغلوا فيها لكن كان هذا مؤسس له بأنه في عندك منطق سينمائي أو آلية تفكير سينمائي أنا باعتقادي الجيل الجديد من الشباب يعني كان في الإمارات أو في الدول العربية الآن بدأ يمتلكها لأنه بدأنا نشوف في منطق تفكير بالأفلام القصيرة لذلك لاحظوا أن الفيلمين العربيين اللي أخذوا السنة فيه كان هم أفلام قصيرة واحد لشاب فلسطيني والثاني لشاب لبناني وطبعا الفيلمين يعني الفيلم مدعوم من قطر والفيلم الثاني مدعوم من فرنسا لكن بالنهاية احنا بنقول منطق التفكير هو الأساس وليست البروداكشن طيب أستاذي نتعرف أن فيه تطور رهيب الحين نشوفها هذه الأيام فمتى بتتخذ الجهات المسؤولة في صناعة السينما في العالم العربي بالتحديد قرار جدي بالتوجه إلى إنتاج أفلام تشكل البذرة أو بذرة صناعة السينما العربية يعني قبل ما يتحول إلى صناعة السينما العربية إلى شيء صعب ومستحيل وأكثر حداثة شوف أنا باعتقادي على المستوى الإنتاجي هذا الأمر المتحقق يعني هل أنا بإحصائية قريبة ممكن أقول لك أنه خلال خمس سنوات مثلا الإمارات العربية المتحدة من خلال مهرجان دبي ومهرجان أبوظبي دعمت ما لا يقل عن مئة فيلم روائي طويل عربي الإشكالية هي في سوق العرض بمعنى أنه أنت بتعمل أفلام وأفلام مهمة وأفلام جيدة لكن كيف ومتى يمكن وصوله إلى الصلاة ثم حجم المنافس في الصلاة يعني مثلا فيلم بلادنا الحلوة بلادنا الحارة العراقي اللي شارك في كان السنة الماضية فيلم عمر الفلسطيني اللي شارك في كان السنة الماضية الأفلام الأخرى اللي شاركت من مغرب أو من جزارة واخري المشكلة أنه آلية عمل الصلاة اللي هي مسيطرة عليها من قبل الموزعين هم بيفرضوا آلية معينة لكيف تتوزع الصلاة وكم صالب يعطوك حتى مزرعة يده مثلا اليوم أنا بعرف أحمد زين وبعرف أديش بيعاني ليوصل فيلمه إلى الصالة ثم بنعرف أنه هذا الفيلم مع مين عم يتنافس يعني اليوم مزرعة يده اللي هو بالصلاة عم يتنافس مع فاستان فيرياس عم يتنافس مع أفينجرز عم يتنافس مع عشر أفلام هندية مع أفلام كوميديين إذن هو عندما يحصل على ولو عدد محدود من آلاف المشاهدين أنا باعتقادي هذا إنجاز لأن أنت بالنهاية عم تتنافس مع غيلان عم تاكل السوق أعتقد مثلا في دبي قبل السنوات كان فيه تجربة اللي هي الصالة خلينا نسميها الأفلام الثقافية اللي كانت في دبي مول وأيضا بدعم من مهرجان دبي السليمائي وكان يجيبوا بعض الأفلام الجادة والمتميزة الأخير لكنها لم تنجح جماهيريا لأنه في استلاب آخر هناك قوة طاحنة من أفلام فيها غرافيك وفيها رعب وفيها إثارة وفيها مسابقة وفيها كل ما تشتهي العين الناقد السينمائي لأستاذ بشار إبراهيم أشكر لك تواجدك معنا في سيديو أبكار أهلا شابها وعلى إطرائك لحلقتنا لليوم مشاهدين الكرام بعد الفاصل بيجمعنا حديث مع السينيرست محمد حسن أحمد بنتناول فيه موقع المهرجانات العربية بين نظيراتها العالمية فخلكم ويأنا حياكم الله مشاهدينا في الجزء الأخير من أفكار متشابهة وأيضا أحيي ضيفي في السيديو السينيرست محمد حسن أحمد اللي رافغنا حتى نهاية هاي الحلقة كيف الحال يا أخو يا محمد أساك بخير أول شي أحب أرحب فيك في السيديو أفكار متشابهة ومشاركتك معنا في الحلقة هذه مشاهدين الكرام منو مننا ما يعرف مهرجان أبوظبي السينمائي الدولي اللي للأسف إدارة المهرجان أعلنت الأسبوع الماضي توقف دوراته بهدف تحديثه وإطلاقه بشكل جديد ومنو مننا ما يعرف مهرجان تبيس سينمائي الدولي وأيضا مهرجان الخليج السينمائي كلها مهرجانات يديدة في دولة الإمارات لكنها تشهد في كل دورة إقبال كبير من أفلام عالمية وعربية بالرغم أن أفلامنا العربية ما تعرف طريقها إلى المهرجانات العالمية كما هو الحال في الأفلام الغربية في مهرجاناتنا الدولية أستاذ محمد كيف تفسر هذا النشاط من حيث عدد وقوة المهرجانات وضعف الأفلام العربية في المحافل الدولية لا إذا نحن نيب منطق المهرجانات الموجودة في المنطقة نحن نتكلم عن دبيس سينمائي صال لعشر دورات أبوظبي ثمان دورات وغيرها من المهرجانات نحن شهدنا أفلام كثيرة عربية من المغرب العربي لخريج العربي أفلام كثيرة عرضت كعرض عالمي أول في هذه المهرجانات وهي أيضا منصة مهمة للأفلام العربية اللي هي بدت تبنح أفلامها منطقة معينة للعرض وجود الفيلم العربي في المهرجانات العالمية أعتقد أن الفيلم الرواي القصير إلى الفيلم الرواي الطويل في بعض الأفلام اللي إلى الآن هي تعمل أو تذهب لهذه المهرجانات العالمية لكن أنا أعتقد أن الإعلام في الوطن العربي أو غيره أعتقد أنه هو فقير ثقافيا أو في سينمائيا جدا بالتعاطي مع هذا الموضوع إلا أسماء معينة أيضا غابت هذه الأسماء أن النقد غير موجودة الصحافة السينمائية غير موجودة التعاطي مع الفيلم اليوم الفيلم يصنع من خلل أفراد يعني هم مجموع يصنعون هذا الفيلم الفيلم يذهب إلى المهرجانات لكن نحتاج إلى أدوات أخرى تساعد هذا الفيلم بالتواجد بالحضور اليوم الجمهور العادي يحابب يعرف هذه المهرجانات نحن في المنطقة أبن أعرف غير دبي أبوظبي السينمائي نعم طيب من هذه الأدوات التي ذكرتها أنت في أداة يمكن ما تركت له اللي هي التمويل طبعا الخليج عندنا نحن هنا وفي الإمارات بشكل خاص عفوا ما نشتكي من التمويل في مؤسسات كثيرة مستعدة أنها تقدم دعم كامل لإنتاج أفلام سينمائية لكن نحن لا نشوف أي إنتاج سينمائي متميز مثل ما هو الحال في سينما كوريا مثلا كوريا الجنوبية أو حتى سينما الهندية لا وجود تمويل هذا كلام رومانسي شوية بس أعتقد أن نحن في الخليج نحن نملك صناعة سينما صناعة فيلم أكثر أكثر من صناعة سينما صناعة سينما يعني فيه جهات كبيرة موجودة بتمويلها بشروطها بقواعدها بأدواتها أنت كسيناريس أنت كمخرج الكل يعمل في نطاق واحد نحن اليوم أننا صناعة فيلم يعني اليوم فيه فردية إلى الآن موجودة يعني فيه أفلام كثيرة إلى الآن تبحث عن التمويل وغيرها وبعدين حتى ما نحتاج نحن نتكلم دائما أن الفيلم يحتاج إلى مبالغ طائلة من أجل الصناعة اليوم فيه سوب كبيرة يعني شاهدنا الفترة الأخيرة النصارات السينما بدأت تفتح بوابها للفيلم الإماراتي مثلا أو الفيلم الخريجي الموجود وهذا أمر جيد جدا لكن أيضا الفيلم القصير وقف إنتاجه لفترة من الفترات الماضية الفيلم الطويل بعض الأسماء بدأت تشتغل على هذا الموضوع ما هو سبب يعني ليش سبب وقف الأفلام القصيرة أنا أعتقد أن مجموعة كبيرة من صناعة الأفلام القصيرة اللي كانوا متواجدين طوال السنوات الماضية البعض عنده مشاريع أفلام روائية طويلة اللي يبحث عن التمويل اللي يبحث عن منطقة عرض اللي يبحث عن أمور هذي أعتقد أن السوق السينما اليوم موجودة يعني لحن اليوم في الخليج ثقافتنا ثقافة دراما تلفزيونية أكثر هي ساحبة الأمور بشكل كبير طب بما أننا دخلنا شوي في الأفلام الإماراتية السنة اللي طاقت مثلا العرض فيلم مزرعة يدو وكان جيد من حيث الطرح والقصة والأمور هذي السنة هذي سوى جزء جديد ونزل للسينما وشوفنا سؤالي ليش التكرار هذا يعني مع أننا نحن في منطقة صحراوية ساحلية لنا عروق لنا تاريخ يعني الصحراف رح أصلا مصدر إلهام للمنتجين يعني أنا بوسائل كثير يعني تغذي للسينما بس ليش تكرار هذا يعني خلص نيجح الفيلم نسوي منه جزء ثاني أنا أعتقد أن النقطة الأساسية أن اليوم أنا شخصيا سعيد أن فيه فيلم إماراتي يُعرض في صلاة السينما وصلاة السينما تعرض هذا الفيلم الإماراتي أنا أعتقد الإشكالية أنه هو جزء أول أو جزء ثاني أو جزء ثالث أو غيره نحن نحتاج اليوم يعني نشعر بأن الناس تدخر السينما تقطع تذكرة عشان تشوف فيلم إماراتي أو غيره في الوقت اللي فتحت صلاة السينما الأفلام قلت يعني الأفلام الخارجية والإماراتية قلت بأسباب كثيرة طبعا اليوم نحن شاهدنا حين توقف مهرجان أبوظبي وجود مهرجان دبي اللي فيه صندوق إنجاز وغيره اللي تدعم الأفلام الضويلة بمبالغ جيدة من خلال المصابقات معينة أنا أعتقد أن يجب أن ننتبه الأشياء كثيرة وبعد حتى صناعة الفيلم أنا شخصيا أشوف سواء كان فيلم كوميدي أو كان فيلم رعب أو كان فيلم غيره اليوم نحن نحتاج هذا التنوع يعني أحتاج أشوف فيلم مثل دلافين لوليد الشيخي أحتاج أشوف فيلم إيتوبي لعلي مصطفى أشوف فيلم لمزرعة يدو لأحمد زين وغيره من الأفلام هذه موجودة أنا أحتاج أن الفيلم يتواجد في صلاة السلمة سؤالي كان في هذه النقطة يعني مدام أننا نحن محتاجين للتنوع يعني أنت سويت الجزء الأول أوكي طلع أوكي ممتاز ليش ما تتيب لشي يديد هل هو ممكن يكون خوف من الفشل من تجربة جديدة أستاذ محمد ما أعتقد أنه هو الفشل وهي رغبة أن تكرار نجاح سبق وحدث بالنسبة له كشباك تذاكر أو غيره أو من خلال التمويل أو طريقة عمله يعني اليوم كنا نعرف أن الفيلم الضويل يحتاج إلى تمويل يحتاج طريقة عمل معينة هو يعمل بشكل معين أنا ما أعتقد أننا نقدر نوقف عن تجربة هذه سواء كان جزء أو غيره أنا أحتاج إلى التجربة تكون هي تجربة استمرار يعني سواء كانت موجودة في المهرجانات أو كانت موجودة في الصلاة السلمة اليوم سينمائيين كثيرين يعملون الأفلام تواجدهم في المهرجانات والمهرجانات بدأت تقل في المنطقة لأسباب ما صلاة السلمة بدأت تفتح هذه الأبواب أيضاً ما قاعد نشوف أفلام بشكل واضح ربما المؤسسات اللي نحن تكلمنا عنها في البداية أن التمويل موجود أنا ما حب دائماً أقول أننا نحن في منطقة فيها الكثير من المال أنا أتمنى أن نقول أننا نحن في منطقة فيه كثير من الإبداع أن كيف تمسك هذا الإبداع وكيف توجهه إلى مناطق جيدة توفر المال لإبداع مميز وجديد فعلاً بالنسبة ل فيلم مزرعتي الدو أنا عندي شوية معلومات حبي تتأكد منها منك يعني هو إنتاج فردي ليس مؤسسي صحيح؟ والله أنه من فيلمي حتى ما شاهد الجزء الثاني لأننا جمعت بعض المعلومات عن الفيلم أنه هو إنتاج فردي لمجموعة من الشباب قررونهم يصنعون الفيلم طبعاً فيه مؤسسة وهذا طبيعي جداً فيه كثير فيلم هي المؤسسة التي ساعدتهم ليس في التمويل ساعدتهم بس في أن الفيلم يدخل للسينما هي مسألة طبيعية جداً قلت لكم البداية نحن صناعة أفلام مجهودات فردية إلى الآن ما انطلقنا إلى مناطق مؤسساتية حتى بوجود مؤسساتك خلال هذه السنوات التي طافت إلى الآن المجهودات فردية جداً مؤسسات تساعد في مكان الماء من أجل إنتاج الفيلم فقط الأستاذ السنرست محمد حسن أحمد أشكرك على تواجدك معنا وإثراء حلقة أفكار متشابهة لليوم شكراً لك شكراً مشاهدين الكرام اللي نهني وصلنا وياكم لختام حلقتنا على أمل أن نلتقي فيكم بحول الله الأسبوع الياي في موضوع يديد من أفكار متشابهة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة